فيه اتنين لعيبة كله دواعي فني مفهوم فيه اتنين لعيبة دايما مش مفهوم عملك ده والله مفهوم بس فيه اتنين بالعكس على فكرة من اكتر انا لو شفت لي ساعتها يا كابتن دي لا لا انا عال على تويتر تحديدا في كوزة محمد شريف دي قلت المدرب عمل الصح وفي النهاية هو اخده لبعض الوقت وشريف مش هشهد ضربات جزائق فهو لازم يضحب واحد وخاص لي اخذ دي في الشغل الزعل ممنوع ما فيش منفخر غزب عني وعنه وشريف تقبل وتذرناله وتقبل ده والامور مشت يعني انت واخد محمد شريف وهو هداف الدوري والنحاء التانية فيه مروان حمدي اللي هو كان بيعاني شوية مع نادي الزمالك مش اسم كبير كمهاجم في الكرة المصرية مصمم على مروان حمدي والعالم كله يتحدث والعالم كله يتحدث ان محمد شريف هو المفوض يلعب من ديوان هو مصمم على مروان وشايف فيه مميزات هتبقى ممتازة وشايف فيه انه كان دايما يقول يعني في اساس الاختيارات كان دايما يقول اوعى وانت بتختار عينك تبص الانديه انت تختار اللعيب اللي يصلح لمنتخب مصر احنا هنا منتخب مصر كل الانديه اللي هاحترامها والانديه الكبيرة بخبرات لعبتها ليها اولويات في حاجات لكن فيه اختيار هو من ضمن الحاجات اللي كان شايف انه مروان رايح لحتة كبيرة طول الوقت شايف انه رغم انه مروان عمل معانا الى حد ما لكن مش المستوى هو مخلي حالة جدل لكن طول الوقت عنده صخف في مروان انت اكيد كجهاز فني حراك عدو في الجهاز الفني وباقي الاعضاء الجهاز الفني كنت بتسأله انت شايف ايه في مروان واحنا شايفين مثلا ان محمد شريف ممكن يعمله اكيد قالك الاسكيلز او المهارات اللي عنده مروان اللي هو مش هقولك لا هو هقولك ليه مش هقولك هو قال حاجات كتيرة احنا مقتنعين بيها وكلها مقتنعين بيها وموفقناه في الرأي في الآخر في النهاية احنا جهاز واحد التفسير عندنا دايما خاطئ دايما ما هو في الموضوع شريف وقفشة من اللي كان من تشت من الجهاز المعاون طبعا ما تقولوله ما تقولوله هوم عارفوش هو انتوا قاعدين خيال مادة ديامة ديوف جمع هو انتوا قاعدين ايه مش واخدين بالكم ان حاجة ماشي عام حاضر فعادي هو قال قلنا له قال ما تتشت موين مشكلة هو عمري فيه اتفاق على حاجة لكن ما فيش اي مشكلة عشان كده لما كان بتسئل في المؤتمرات الصحفية كان بقول ما حدش تكلمني على لعيب كلموني على منتخب مصر حدش تكلمني على أندية كلموني على منتخب مصر احنا هنا انا بتكلم على كل منتخب مصر كل الناس تصلوا هاخدوا المرة دي مش هاخدوا المرة دا الجاية هاخدوا اللي بعد وده حصل ماجوش وبعد كده جوم تاني كده يعني اشتركوا في القناة